اشتركوا في القناة والتي تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين فيما اعرب جلالة السلطان ابراهيم عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على دعوة جلالته الكريمة لزيارة المملكة وعلى ما حظي به من حفاوة استقبال وكرم الضيافة واعرب عاهل البلاد المفدى عن اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه علاقات التعاون مع ماليزيا وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على كافة المستويات تلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين منوها جلالته بالدور الرياضي الذي تطلع به ماليزيا على المستوى الاسيوي والعالمي ومن جانبه ثمن جلالة السلطان ابراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر جهود جلالة الملك المفدى في تطوير العلاقات البحرينية الماليزية وضمان ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات حضر المقابلة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر